أهلا بكم جهود كبيرة يبذلها المبعوث الأممي اسماعيل ود الشيخ ولقاءات مع الأطراف كل على حدة لإنقاذ مفاوضات الكويت التي وصلت إلى طريق مسدود وذلك في محاولات ما يسمى بالفرصة الأخيرة من خلال خارطة أممية وتمديد للمشاورات لأسبوع آخر تتهي في السابع من أغسطس فيما يظل الترقب قائما لما ستقول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة على الأرض تستمر المواجهات في جبهات مختلفة وتستمر معها الغارات الجوية جديد تطورات الميدانية والسياسية في هذا التقرير الحرب والحب من السهل أن يبدأان ومن الصعب أن ينتهيان مثل ألماني شهير يذكر اليمنيين اليوم بصعوبة انتهاء حربهم التي طالت وطالت معها معاناة الشعب بكل تفاصيلها اليمنيون شعروا بالأسف كثيرا بعد توصل مشاورات الكويت إلى طريق مسدود وإعلان فشلها خلال اليومين الماضيين حيث غادر الوفد الحكومي التفاوضي الكويت إلى الرياض معتبرا المفاوضات منتهية في حين غادر المبعوث الأمم إسماعيل والد الشيخ أحمد القويت باتجاه مجلس الأمن الدولي منقصرا خصوصا وأن والد الشيخ ظل يقرر مرارا بأن السلام صار وشيكا وعلى الأبواب وأن الأطراف ملتزمة وقريبة من الاتفاق رافق هذا الإعلان حديث عن ضمانة مكتوبة بالالتزام ببنود الاتفاق ومع ذلك لم يحدث من هذا شيء الأمر الذي جعل اليمنيون يعتبرون ذلك الحديث بأنه كان مجرد وهم وألاعيب على الوقت وعلى السياسة النفس الطويل التي تعتمد عليها الأطراف بدرجة رئيسية توجه والد الشيخ إلى مجلس الأمن الدولي وقدم إحاطته الأربعاء الماضي مؤكدا بأن جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله الصالح رفضوا الاتفاق الذي اقترحته الأمم المتحدة وطالب والد الشيخ مجلس الأمن الدولي بالتحرك سريعا المصادر الدبلماسية تحدثت عن إخفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم 15 عضوا والذين يمثلون 15 دولة في الاتفاق على مشروع بيان تحدث عنه الوفد البريطاني بالمجلس من خلاله توجه دعوة للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتقول المعلومات أن السفير الروسي طالب بضرورة أن لا تقتصر دعوة مجلس الأمن الدولي لجماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام فحسب وأن تشمل أيضا جميع الأطراف الموقف الروسي هذا تحول إلى نقطة جدل في الوسط السياسي المحلي والدولي ففي حين جلب حالة استياء لدى الطرف الحكومة جلب الارتياح لدى الطرف الآخر والمتمثل بجماعة أنصار الله الحوثيين وحليفهم المؤتمر الشعبي العام الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله ورئيس الوفد التفاوض إلى الكويت محمد عبدالسلام عبر عن شكره في صفحته على تويتر للموقف الروسي الذي قال إنه حريص على سلامة وأمن اليمن حد تعبيره بعد هذه التطورات وبصورة مفاجئة عاد وفد الحكومة التفاوض من الرياض إلى الكويت تحت مبرر حضور الحفل الختامي وتقديم الشكر ومساء الخميس الماضي تحدثت المصادر عن ترقب إعلان البيان الختامي للمشاورات وتم التوصل إلى أن يتضمن البيان التزام الأطراف بمواصلة وتمديد مشاورات السلام وفي إطار جولة جديدة سيتم الإعلان عنها بعد شهر من الآن وسيتم الاتفاق على تحديد المكان وتتحدث التوقعات أن تكون الجولة القادمة في مصر أو الجزائر أو عمان كما أن البيان الختامي سيتضمن التزام الأطراف بوقف جميع العمليات القتالية في مختلف أرجاء البلاد وتتحدث المعلومات في هذا الإطار عن ممارسة ضغوطة دولية على الأطراف بهذا الشأن تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التطورات العسكرية على الأرض وفي ظل استمرار القتال في بعض جبهات البلاد في تعز ومأرب ومحيط العاصم الصنعاء وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية حيث ما تزال المواجهات والمعارك تتراوح بين الكر والفر وبين التقدم تارة والتراجع تارة أخرى لكن مع ذلك يبقى الخيار العسكري ليس خيارا مماثلا ولا مؤشرات تؤكد على أنه سيكون البديل والحل للخيار السياسي فكل الخيارين في محل تعثر الأمر الذي يجعل اليمنيون في حيرة وكما لو أنهم معلقون بين سماء وعرض فلا السياسة أوصلتهم إلى طريق ولا الحرب أيضا وهنا يبقى السؤال ما السبيل إذن؟ تعتزم قوات مشتركة من الجيش والأمن بدأ عمليات واسعة لتحرير عاصمة محافظة أبيان من عناصر تنظيم أنصار الشريعة التي تسيطر على المحافظة معركة جديدة إذن يجري الاستعداد لخوضها بعد مضي فترة غير بعيدة أثير فيها عن حملة أسكرية لتطهير مدينة زنجبار من العناصر الإرهابية ومن يومها بدأ الأمر وكأن الخطر قد تم احتوائه إلى درجة كبيرة لكن الظهور الجديدة والحضور المسيطر لعناصر القائلة على أبيان عادت مؤشراته في قلق أمني يتنام في عدن يوما بعد آخر وكذا في ترتيبات لحملة عسكرية لم يحدد زمن اطلاقها الآن كل الجهود نصب إلى هناك لكي نوصل إلى الهدف الذي هو نأمن العاصمة عدن بشكل كامل ولأن أبيان تعتبر البوابة الشرقية لمحافظة عدن يرى المراقبون أن انتلات الوضع الأمني في أبيان وانعكاسه على مدينة عدن وبقية المحافظات المجاورة يقتضي مبادئة عسكرية لا تقل أهمية عن التي جرى تنتيذها في حضر موت بعد أن جربت كل الطرق ومقاربات الحلول البوابة من أمام أبيان مفتوحة من الصعب أن تكون عدن مأمنة لكن إذا هناك تناصر في الأمن بين عدن وأبيان بيكون هناك بإذن الله نعمل كورشة واحدة تفيد المعلومات أن الجماعات المسلحة ترفع راية تنظيم القاعدة قد شرعت في تطبيع الأوضاع بزنجبار أبيان وذلك على طريقتها في المقابل تتهجأ قوة مشتركة من الجيش والأمن لخوض معركة التحرير البديدة في عملية عسكرية خلال الأيام القليلة القادمة لا بد من تحرير أبيان لضمان أمن عدن المقاربات التحليلية تعز العمليات الإرهابية التي نفذت خلال الأسبوع الماضي في عذن ولحج ردفان على وقه التحديد إلى ضربات استباقية تهدف إلى إرباك العملية الأسكرية المرتقبة لتحرير أبيان تتفاقم معاناة سكان في التعز في جوانب مختلفة فمع توقف عن عدم الأعمال وركود الحركة التجارية والمهنية يعاني سكان تراكم مديونية الإجارات للشقق أو المحلات رغم تخفيض الإجارات إلى النصف ويهدد بخروجهم إلى الشارع كون معظم المستأجرين من الفقراء وممن توقفت أعمالهم هذا التقرير من تعز يسلط الضوء على هذه المعاناة سنة عجيفة مرت على تعز استنفذ الناس من خلالها جل ما كان مدخرا لهم من أموال حتى آل بهم الحال إلى عدم القدرة على تسديد الإجارات بالنسبة للمستأجرين في ظل عدم الأعمال في المدينة وارتفاع نسبة الفقر والجوع والبطالة إلى مستويات قياسية لم يسبق لها من قبل العمارة طالب مني الإجار ليس نجالش لا شو ولا عمل وأنا متحمل مسؤولة عندي عيال خمسة لما أقول لك ضرورة سلم يجار لا شدخ بالله معاك الشغل ما معاك الشغل هذا الإجار ضروري رقعنا من هنا إلى هنا نسلم نصي إجار الآن ضروري نسلم نصي إجار كل شهر من أول أجمال الآن نستغل وإلا ما نستغلش نسلم يجار والعيشات دي ما كان كذا ما فيش شغل حتى بالأسبوع يوم ولا أسبوع من شهر ما نحطش ولا شيء ندفع إجارات بنسبة 60% بأوامر من مدرية الضفر يعني أوامر ندفع 60% 40% تشتفى الآن عادة قليل جدا أنه خفضه 40% مفروض من ندفع إجارة لأنه اليوم ما فيش عمل ما فيش شغل مفروض يعفو إجارة تماما مما يروح الحرب بعدين يرجع ندفع إجارة مستأجر المحلات والشقاق بالأخص كون معظمهم من أسر فقيرة باتوا اليوم عاجزين عن تزديد الإجارات رغم إعفائهم من دفع النصف وهو ما لم يخفف عنهم حتى فتوفير لقمة العيش الضرورية والكفاح من أجل العيش والبقاء هو الهم الأول والأخير في مدينة تعدل على كثافة بالسكان في البلاد تعيش أزمة مستديمة ومتفاقمة منذ أكثر من 15 شهر مفروض أن يكون إعفاء التام من الإجارات لا عمل لا شوق ونحن مكان مواقهات والله بالنسبة للمطالبين بالإيجارات بهذه الأيام المفروض أن يتقوا الله سبحانه وتعالى حيث أنه لا يوجد أعمال ولا يوجد أي مهن للناس والمفروض أنه يسمحونهم بالإيجارات مش قادر يعني أننا في معيز مستاقل نسمحون بحق سنة والشقاق الأنبضية ما فيه بنش ولا مستأجر ولا مع استمرار مطالبة الكثير من المالكين للمستأجرين ممن عليهم شهور متراكمة بالتسديد أو الرحيل كخيار لهم يتساءل المستأجرون وهم في حيرة من أمرهم وشدة وهنهم من أين لنا أن ندفع وإلى أين الرحيل في ظروف حرب كهذه توقفت في ظلها الأعمال وانقطع الدخل صدام النظيف الصعيدة تعز انطلقت منتصف الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر العلمي الأول للمراكز العلمية والبحثية بالعاصمة صنعاء والذي تنظمه وزارة التعليم والبحث العلمي وذلك بدراسات وأبحاث تقدم حلولا للمشاكل والتحديات التي تواجه اليمن في مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع إلى التفاصيل يبدو أن اليمنيين سيتعلمون من الحرب الكثير ومن مؤشرات ذلك ما لمسا من توجه حقيقي نحو الاهتمام من البحث العلمي باعتباره الأساس في تطويره ونهذة الشعوب كما يرى في ذلك بعض المسؤولين في العاصمة صنعاء بالفعل لم يكن هناك أي فعالية ولا إنجازية حتى لم يكن هناك قطاع في وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لا اسم ولم يكن هناك كادر وظيفي ولا توصيف وظيفي ولم يكن هناك حتى ورقة قديمة فهذا يعني أنه لم يكن هناك أي اهتمام بالبحث العلمي ما الذي جعل اليمن لا تحصد ثمار فاكهة البحث العلمي سؤال تم الإجابة عليه في المؤتمر العلمي الأول للمراكز العلمية والبحثية الذي نظمته وزارة التعليم العالي على مدى ثلاثة أيام بكلية الطب بجامعة صنع مراكزنا البحثية كان دورها ضعيف في السابق وغائب قياسا بالمراكزة الآن في العالم التي أصبحت شريك فاعل في صنع السياسات وفي وضع الحلول لكافة المشكلات والعوائق التي تواجه المجتمع العقد المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة أيضا نقطة انطلاق لتفعيل دور هذه المراكز المشاركون في المؤتمر الذي حظي بحضور رسمي وأكاديمي أكدوا على أهمية تحقيق الاستفادة من التطور التكنولوجي وتحديد معايير وشروط ومواصفات إنشاء المراكز البحثية والعلمية الجامعية والحكومية الخاصة المؤتمر ناقش 15 ورقة عمل موزعة على ثلاثة محاور هي الواقع والطموح والتحديات المراكز العلمية والبحثية ورؤى المستقبلية لتطويرها وبرامج المراكز وأنشطته العلمية فيما تناول المحور الثالث الدور المجتمعي والتنموي للمراكز في معالجة مشكلات المجتمع هذا المؤتمر يعزز وضع اليمن وبالذات في الوضع الحالي الحارب والأمر هذه فهو يعرض مشاكل وهذه البحثة التي تعرض داخل المؤتمر هي تناقش مشاكل البلاد كاملة من مشاكل سياسية واجتماعية ودور المراكز في حل هذه المشاكل والقيام بتنمية اليمن يعني الوصول إلى حل المشاكل ولو يرضي جزء من طموحات اليمنين في ختام أعمال المؤتمر أوصل مشاركون بإعادة النظر في ميزانية المراكز البحثية والعلمية وتخصيص موازنة مستقلة لها من الموازنة العامة للدولة وقبل ذلك إعادة هيكلتها وتطوير بنيتها تنظيمية والتشريعية بما يوكنها من القيام بدورها في خدمة التنمية والمجتمع رغم تحديد عدد الحجاج في حصة اليمن بما يقارب العشرين ألف حاج ما يزال المواطنون الراغبون بالحاج لهذا الموسم ينتظرون إعلان بدء التسجيل مع اقتراب الموسم واتهامات متبادلة بشأن الجهة المعرقلة عام آخر واليمنيون ربما بدون حاج وعمرة فعلى رغم من أن التسجيل يفترض أن يكون قد بدأ في صنعاء وفي عموم المحافظات اليمنية ولكن حتى الآن لم يبدأ التسجيل زرنا كثيرا من الوكالات الخاصة بالحاج والعمرة في بعض شوارع العاصمة صنعاء ووجدناها مغلقة بهذا الشكل الشارع اليمني يتحدث عن هذا الجانب ويتوقع البعض بالسماح للتسجيل وإعلانه بعد أيام في حين استبعد البعض الآخر ذلك والله هذه أوضاء سياسية وأعتقد أن الحج ما لش داخل بهذا الشيء ونتمنى إن شاء الله أنه هذا السنة إن شاء الله أنه لكل حج بمناسبة الحاج والعمرة فهو من الوضع الاقتصادي ثانيا وغلاء السفر إلى المملكة العربية والمشاكل الحاصلة في البلاد بسبب الحروب والمشاكل وسبب القلاقل في الوطن والأوضاع كل شيء أختلف معادي مثل السنين الماضية والهذا ظروف البلاد وظروف الحرب من وجهة نظر الكثيرين قد تظل تشكل عائقا أمام اليمنيين في أداء فريضة الحج والعمرة هذا العام وكما حدث في العام الماضي إن شاء الله في موزم إن شاء الله وبيت الله العتيق إن شاء الله الناس يزوروا كلهم فاليمان وغلاء غير اليمن وإن شاء الله تتوقف الحرب ويصيروا الناس يحجوا بإذن الله ما يعانيها اليمن الحبيب هو سبب في منع اليمنيين من زيارة بيت الله الحراء وتوافد الحجاج إلى الأراضي المقتسة المعلومات الرسمية الأخيرة تقول بأنه تم الموافقة على الحج والعمرة لليمنيين هذا العام وتنقلت وسائل إعلام ومواقع أخبارية هذا التطور حيث يقال بأن الوزارة في صنعاء وتحديدا القطاع المعني بالحج والعمرة وجه مذكرة لأصحاب الوكالات بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الجانب مع ذلك تقول مصادر في هذا القطاع بأن الوزارة في صنعاء ما زالت تطلب مذكرة رسمية من الجانب السعودي إلى يوم الأحد القادم